بلاغ لوزارة الخارجية دونك تونس تتكفل بتنظيم رحلة جوية لفائد التونسي المتوجدين في لبنان قرر رئيس الجمهورية قيسعيد البيرح السبت أن تتكفل الدولة التونسية بتنظيم رحلة جوية لفائد التونسيين وتونسيين المتوجدين في لبنان والذي يحبوا يرجعوا بطبيعه إلى أرض الوطن وفق بلاغ أسدارة وزارة الخارجية وأسدار رئيس الجمهورية تعليماته العاجلة لكيفة الهيكل التونسية المعنية لتنفيذ هذا القرار في الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع السلطات اللبنانية المختصة وتم التأكيد على أنه هذا الإجراء جاتباً للتطور المتسارع والخطير للأحداث في الجمهورية اللبنانية الشقيقة نتيجة للعدوين الصهيوني الهامجي وانطلاقاً من الحرص الدائم على متابعة أوضاع المواطنين التونسيين أينما كانوا وتوفير الدعم والإحاطة لفائدتهم ودعا رئيس الدولة وزارة الشؤون الخارجية والهجة والتونسيين بالخارج إلى التنسيق المحكم مع سفارة تونس ببيروت للشروع فوراً في تحديد قائمة الأشخاص الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مع الأخذ بعين الاعتبار لأولويات الأمنية والصحية والحالة الإنسانية محمود في وقته ولم مخر شوية ولا كنا نجمه قبل وثم عليش نقدم سنين في رئيس الجمهورية بشي يدخلوا عنه هو العلاقة في نظام منتع بلادنا رئيسة الجمهورية وزارة الخارجية راهوا في بروبتيك مبينيتم نظامنا نحن في تونس هكرا وفهم الدول الأخرين وزارة الخارجية سيرحى على روحها والرئيسة سيرحى على روحها نحن تونس رأي وزارة الخارجية من أقرب الوزارات للرئيسة الجمهورية نحن السيستام التونسي فهم الدول كيفنا بلوز ومواك كما تزيروا غيره أما تسأل روحك قضيش التونسة في لبنان التونسة في لبنان اللي أوفيسيال بريس كالفين أما تلقاهم أكثر من الفين اللي مسافر اللي عنده بزنس اللي بشي يجيب اللي بشي بيه وحسب وين بالضبط في لبنان مش بالضرورة بش نحكيو عالجنوب ولا الشمال ولا بش نقعد ونسميوه في البلايسة ما التونسة اللي غادي كي تزير روحك أغلب التونسة غادي كإطارات سواء في التعليم سواء في الفورماسيون معناها سواء التعليم العالي ولا الفورماسيون ولا تعليم العادي في الطب وفي السياحة هاي عنا تونسة راوك يسحين في السياحة في لبنان وعنا زادة برشة تونسة في مواقع مرموقة في المنظمات فهم أسامي راهم معروفين وأسامي كاسعين خشان برشة هذوكم لو حالة ما نتوقعش بش يسافروا تو مخر ولا مش مخر في وقته برشة دولة أخرين عموما عنا معنا لي خاطر شفنا تونقلك معناها خاطر شفنا دوبوي كالك جور فما التونسة مقيمين في لبنان يهبطوا في فيديوهات على انستغرام وعلى تيك توك ويطالبوا بش يروحوا بهم خاطر هم ما بيدهم فما لبنانيين بش يكونوا معنا بالدخلين آآ مبعد دونك بش نشوفوا نتفقدهم ونشوفوا أحوالهم غادي كانوا نتطمنوا آآ آآ اعليهم في نفس الوقت المطار عليه ضغط هو توا وزي تصار تفجير خاطر مشكلة دول كل دونك توا بش تبدأ تحب تروح بالجالية امتاحة نمشيوا للعنوين المويلية نشتركوا في القناة